اشتركوا في القناة ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وروا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهي أمتي عن الكي ومن سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم بلاء وروا البخاري ومسلم في صحيحهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال إني ثقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال أسقه عسلا لقد ثقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرئ ما معنى الاستطلاق أي الإسهال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن وينصح بأن نلجأ إلى الشفاء بالعسل والقرآن معا أي نقرأ على العسل المذاب في الماء شراب العسل سورة الفاتحة سبعة مرات والآية فيه شفاء للناس سبعة مرات فإن هذا الشراب سيتأثر بتلاوة القرآن وتزيد فاعليته والله أعلى وأعلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله استخدامات العسل العلاجية وفوائد العسل الطبية لكل محب العسل في هذا الفيديو تعرف على أهم فوائد العسل العلاجية والطبية وأيضا أهم الاستخدامات الطبية والعلاجية للعسل حصريا على قناة مدرسة التمريض والطب ولم لا وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة رسولنا الكريم في أحاديث نبوية كثيرة وبيانت الدراسات أهمية العسل في علاج جميع المشكلات الطبية ودوره في علاج جميع الأمراض والعسل هو أهم المنتجات الطبية التي ينتجها العسل ولتزال الأبحاث مستمرة للكشف عن هذا المنجم الطبي الملي بالمعجزات الشفائية ومن استخدامات العسل التي اكتشفت واستعملت حديثا مع إضافة بعض المكونات الطبية ما يلي واحد مزيج من كميات متساوية من العسل وعصير الزنجبيل علاج هائل لطرد البلغم كما يساعد في نزلات البرد والسعال والحلق المحتقن ورشح الأنف مع مرضى أزمة الراب يخلط نصف كيلو من مسحوق الفلفل الأسود يساعد مع العسل وعصير الزنجبيل ويشرب هذا المشروب عدة مرات على مدار اليوم حالات الإسهال يستخدم عن طريق وضع كمية من ماء الشعير مع العسل ثم تناوله على جرعات متكررة حالات القلق والتوتر يستخدم عن طريق عمل منقوع البابونج ومنقوع للنعناع ومن ثم تحلية بالعسل وتناول المشروب مساء حالات الجروح والحروق يستخدم بمزج كمية من العسل مع الدقيق ثم وضع كريم موضعي لعلاج الحروق والجروح حالات السؤال الشريدة عن طريق وضع ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الليمون ثم مزج المكونات جيدا وتناوله في أي وقت حرقان القلب عن طريق تناول ثلاث ملعقة كبيرة منه يوميا وعلاج الأرق وذلك عن طريق عمل مزج من خل التفاح والعسل ثم وضعه في وعاء زجاجي وتناول ملعقة كبيرة منه قبل النوم للتغلب على الأرق وتناول ملعقة أخرى في حال استمرار الأرق بعد نصف ساعة والعسل هو أحد المنتجات الطبيعية التي ينتجها النحل ويتميز باحتوائه على الكثير من الأناصر الغذائية الهامة للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والهولوكوز وسكر الفركتوز بالإضافة لمجموعة من الأخناض الأمينية والإنزيمات كما أن له العديد من الخصائص العلاجية ويستخدم في تحضير بعض المستحضرات التجميلية ويعتبر العسل مغذ طبيعي يزود الجسم بالطاقة وينتج من رحيق الأزهار بواسطة النحل ويمتلك خصائص تقتل وتطبط بقاء وتكاصر الجرسيم التي تنتقل إلى العسل من النباتات والنحل والغبار أثناء إنتاجه ومعالجته والقيمة الغذائية للعسل عالية جدا حيث يحتوي على صعرات حرارية وماء وكربوهيدرات وبروتين ودهون وعلياف وكلسم وبوتاسيوم وفسهور وحديد وصوديوم ينشط الجهاز المناعي لأنه يحتوي على مضاد الأكسادة المهم ويسمى البوليفينول والذي يقي من كثير من الأمراض ويحافظ العسل على صحة القلب والوقاية من السلطان منتجات خلية النحل وفوائدها إضافة إلى العسل هناك منتجات أخرى لخلية النحل يمكننا استخدامها وتشمل سم النحل وشمع النحل وغذاء الملكات ومسحوق حبوب لقاح النحل وصمغ العسل والعكبر ولكل واحدة منها تأثير بالغ الأهمية على العمليات المختلفة التي تحصل في جسمنا بسبب مركباتها المتميزة فعلى سبيل المثال سم النحل يتميز سم النحل بخصائص سترودية نظرا لتأثير المضاد للتهابات ويحتوي على أخماض أمينية وعدم اللون وشفاف وطعمه مر ويتم استخدام سم النحل في شفاء الجروح فقط بعد أن يتم إجراء فحص يثبت أن المريض لا يعاني من حساسية لسم النحل الاستخدامات الطبية لسم النحل في بعض الاستخدامات في حالة الإصابة لجهاز العصاب يعمل سم النحل بطريقة ممثلة لعمل البروستاج لندن التي لها وظائف عديدة في جسم الإنسان منها فهو يخفف الالتهابات الموجودة في المفاصل والحمى ومضاد الالتهابات وأمراض القلب والعواية الدموية ويؤدي سم النحل إلى تنشيط الدورة الدموية ثاني حاجة صمغ العسل أو العكبر العكبر عبارة عن مضاد حيو طبيعي يقوم النحل بإنتاجه ويكون ثمرة لعمليات الأيد التي تحصل في جسم النحل والعكبر مكوّد من الاراتينج والشمع والزيوت الاثيرية ومسحوق حبوب اللقاح النحل والفيتامينات فيتامين اي وبي واحد وبي اثنين وبالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والألمونيوم والزانك ويحافظ العكبر على خليط النحل من المخاطر نظرا لخصائص المضادة للجراثيم ويحمل البشرة من مخاطر العدوى والعمراض الجلثومية والفيروسات والعفن ويؤثر بشكل إيجابي على عمليات استقلاب الكلسام والفسخور في الجسم الاستخدامات الطبية العكبر له تأثير مضاد للجراثيم والذعبات ويساهم في خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول المرتفع ويحارب جراثيم المكورات العنقودية الذهبية التي تتكاثر في الرئتين والكليتين ويساعد في معالجة الجروح الصعبة والحروف ويمكن من شفاء أمراض إنسائية عن طريق وضع مرهم أو محلول من العكبر بشكل موضعي في المناطق المصابة ويساهم في علاج المعدة والأمعاء ويتم استخدام زيت العكبر على أساس زيت الزيتون ويساهم في معالجة أمراض الأنف والأذن والحرجر تالت مكون من مكونات خديد النحل غزاء الملكات غزاء الملكات عبارة عن حليب ينتجه النحل الذي لا يستطيع أن يطير والذي يطلق عليه اسم النحل المردع ويلعب غزاء الملكات دورا هاما في تطوير ونمو النحلة الأم اللي هي الملكة هذا الغذاء يعطي للملكات فقط بسبب تأثير غزاء الملكات تستطيع الملكة أن تضع عدد كبير جدا من البيت ويحتوي غزاء الملكات على 24% من الماء و31% من البروتينات و15% دهنيات و15% كربوهيدرات وفيتامينات زي فيتامين إي وبي وأسيطي الكولين وإنزيمات هضمة ويستخدم فيتامين إي بمثابة مادة مضادة للأكسادة للحفاظ على غزاء الملكات من خطر الأكسادة والتلف الاستخدامات الطبية لغزاء الملكات زيادة الشهية وزيادة نسبة الامجلوبين ويساعد في معالجة التهابات المفاصل وخفض نسبة الكوليسترول وتعزيز وتقوية جهاز العصاب ويمنع الاكتئاب وله تأثير مهدئ ربع مكون من مكونات خليط النحل مسحوق حبوب اللقاح النحل وده عبارة عن عنصر ذكوري للأظهار يجتمع على أقدام النحل عند انتقاله من ظهر إلى ظهر أخرى وله تأثير ابتنائي وهو يحتوي على أحماض أمينية وفيتامينات C وB وA ومعادن ومواد مضادة للجراثيم وإنزيمات ويتميز كل مسحوق من حبوب اللقاح بتأثير مختلف طبق للأظهار التي تم إنتاجه منه قديما كان يعتقد بأن مسحوق حبوب اللقاح النحل يطيل العمر ويمنح الشعور بالشباب ويزيد من النشاط ومن قوة المقاومة استخداماته الطبية يساعد في معالجة حالات الإمساك والإسهال ويساعد في معالجة فكر الدم ويساعد في معالجة أمراض الكبد وينظم النشاط الغدة الدرقية وفي معالجة تضخم البرستاتة الحميد وبيخش في بعض المستعدرات التجميل صفار بيض على حبوب اللقاح والأفوكات والعسل تستخدم كقناع للوجه خامس مكون من مكونات خليط النحل هو شمع النحل ويقوم النحل بإنتاجه أثناء بناء كرص العسل وينتج الشمع في غدة خاصة متواجدة في بطن النحلة تقوم النحلة بإنتاج الشمع في الأيام 10 إلى 17 من حياتها ومن اليوم الثامن عشر وصاعدا تبدأ الغدد بالتقلص والتوقف عن العمل استخداماته الطبية بيستخدم للاستخدام أرخاريجي لأغراض تجميلية وشموع ضمضات وكريمات في الكعوب الثابتة زيت دوار الشمس وشمع النحل في حالات الزكام علاج الزكام عن طريق تدفعته وبيوضع فيه حمام ويشام حب الشباب يؤدي إلى استخراج السموم من حب الشباب وفي العمراض العضلات والأوطار فوائد العسل الطبية يخفف من الدوخة والغثيان والقيء ويحتوي على نسبة جيدة من الكربويدرات مما يؤدي لتزويد جسم بالطاقة وزيادة نشاطه ثلاثة يعالج أعراض أمراض الجهاز التنفسي كالسعال والتهاب الحلق والراب أربعة يخفف الألام أربعة يخفف الألام كألام الرأس والمعدة والصدر بالإضافة لألام الدورة الشهرية خمسة يستخدم في علاج الحروق الاحتواء على المضادات والالتهاب مما يسرع من تجديد الخلايا والأنسجة التالفة نمرة ستة يعالج الجروح والتقرحات بمختلف أنواعه سبعة يؤخر ظهور علامات التقدم بالسن الاحتواء على مضادات الأجسادة تمانية يخفف من علامات الحساسية كالكحة والإحمرار تسعة يعالج بعض أنواع للتهابات كالتهابات العيون والالتهابات اللاث نمرة عشرة يقوّد دم في الجسم نتيجة احتواء على الكثير من المعادن وإحداشر يفتح البشرة ويخلص من مشاكلها كالحبوب النمرة 12 يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الدار في الجسم بالإضافة للدهون الثلاثية مما يساعد على الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض كالتصلب الشرايين والجلطات 13 يعمل على تقوية مناعة الجسم وحمايته من الإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة احتواء على مضادات الأكساد 14 يقي من الإصابة بهشاشة العظام 15 يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي كتقروحات القولون والمعدة والإسهال والبواسير كما يخلص من الميكروبات والبكتيريا التي تسبب الالتهابات بالأمعاء ويحسن مستوى السكر في الدم وبالتالي يحمي مرض السكر من اضطرابات السكر 16 يعالج العكم والضعف الجنسي ومشاكل التخصيب بالإضافة لتقوية الحيوانات المنوية 17 يساعد على خسارة الوزن لدوره في عرق الدهون العسل النحل هو علاب شامل لجميع الأمراض ولا تزال الأبحاث مستمرة للكشف عن هذا المنجم الطبي المالي بالمعجزات الشفائية ومن استخدامات العسل التي اكتشفت واستعملت حديثا مع إضافة بعض المكونات الطبعية ما يلي واحد مزيج من كميات متساوية من العسل وعصير الزنجبيل علاج هائل لطرد البلغم كما يساعد في نزلات البرد والسعال والحلق المحتقن ورشح الأنف مع مرضى أزمة الراب يخلط نصف كيلو من مسحوق الفلفل الأسود مع العسل وعصير الزنجبيل ويشرب هذا المشروب عدة مرات على مدار اليوم حالات الإسهال يستخدم عن طريق وضع كمية من ماء الشعير مع العسل ثم تناوله على جلعات متكررة حالات القلق والتوتر يستخدم عن طريق عمل منقوع البابونج ومنقوع للنعناع ومن ثم تحلية بالعسل وتناول المشروب مساء حالات الجروح والحروق يستخدم بمسج كمية من العسل مع الدقيق ثم وضع كريم موضعي لعلاج الحروق والجروح حالات السعال الشريدة عن طريق وضع ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الليمون ثم مزج المكونات جيدا وتناوله في أي وقت حرقان القلب عن طريق تناول ثلاث ملعقة كبيرة منه يوميا وعلاج الأرق وذلك عن طريق عمل مزج من خل التفاح والعسل ثم وضعه في وعاء زجاجي وتناول ملعقة كبيرة منه قبل النوم للتغلب على الأرق بالإضافة لإمكانيته تناول ملعقة أخرى في حال استمرار الأرق بعد نصف ساعة والعسل له دور فعال جدا ومميز في الوقاية من السلطانات لأنه يحتوي على الفيتامينات والمواد المضادة للأجسادة وفي الواقع فإن واحدة من مضادات الأجسادة الفريدة من نوعها وتسمى بنو سمبرين وجدت فقط في العسل ومن المعروف أن مضادات الأجسادة لها دور كبير في الوقاية من السلطان ومنع تكاثر الخلايا السلطانية وخاصة في حالات سلطان المريء والفم والأمعاء والمعيدة بينشط الجهاز المناعي لأنه يحتوي على مضاد الأجسادة المهم ويسمى البوليفينون والذي يقي من كثير من الأمراض ويحافظ العسل على صحة القلب والوقاية من السلطان بالنسبة لألام المفاصل سيتوقف الشعر عن التساقط ويعود إليه الأمعان وحيوياته علاج العقم والضعف الجنسي تناول معلقتين من العسل يوميا قبل النوم بالنسبة للغازات وفقا لدرسات في اليابان بأن تناول ملعقة من العسل ومعلقة من القرفة يوميا قبل تناول طعام يشفي من الغازات وانتفاخ البطن بالنسبة للنفلونزا أثبت علم أسباني بأن تناول معلقة من العسل مع معلقة من القرفة يمنع الإصابة بالنفلونزا أو يخفف من أعراضه الشيخوخة المبكرة أربع ملاعق عسل ومعلقة قرفة وثلاث أكواب ماء بتغلي وبيتاخذ ربع كوب ثلاثة أو أربع مرات يوميا ينقش الجلد والبشرة ويوقف الشيخوخة المبكرة في حالة الإعياء أظهرت الدراسات بأن تناول ملعقة من العسل مع رشة قرفة يقوم الجسم يقوي الجسم ويرفع مستويات الطاقة في الجسم خصوصا في الصباح وعند الساعة الثالثة عندما تبدأ مستويات الطاقة بالهبوط يمنع رائحة الفم الكريهة بمضمضة مزيج من معلقة عسل ورشة إرفة للحفاظ على نظافة الأسنان ونظافة ورائحة الفم طريق تناول العسل للأغراض العلاجية يفضل تناول العسل كمحلول من الماء ليسهل امتصاص مكوناته وأفضل جرعة يوميا للشخص البالغ هي من 50 إلى 100 جرام يوميا وتأخذ قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين أو بعد الأكل بثلاث ساعات أما بالنسبة للطفل فإن أفضل جرعة يومية له هي 30 جرام ومن الضروري أن يستمر برنامج العلاج لمدة لا تقل عن 60 يوم